السلام عليكم أهلا بك معي في نانوة سمسمة النهاردة إن شاء الله بيبتلكوا الخبز الصحي المفيد بخميرة صحية طبيعية بلدي أنت هتعمليها في البن من طحين القمح الكامل أو طحين البر اللي هو الطحين الأصمر هنقدر نعمل أحلى خبز بيتباع بـ 500 جنيه و 450 في مصر وده بقى أسهل طريقة تقدر تعمليه بقل التكاليه دي الخميرة بتاعتي بعد ما خمرت نزلت على الخميرة بتاعتي هنا بالطحين بتاعي الطحين أمح كامل النص بالنص يعني النص أمح كامل والنص جميع الاستعمالات أو حسب ما انت حب أو دي البر زي ما انت حب بالشكل ده بعد كده بعجنها كويس وكل التلت ساعة بمنطها لفوق واسبها تاني ترتاح نص ساعة بعدين باسبها تخمر حوالي ساعتين بعدين بفضيها قدامي على الرخامة واشدها كده قدامي بالاسباتيون لغاية ما أشكلها بالتشكيلة اللي أنا حبها بالشكل ده هنشكلها بطريقة الشد والفرد يعني هنمطها ونفردها ونشدها لغاية ما ناخد الشكل اللي احنا عايزينه زي ما انت حبه بأي شكل بعدين بنحطها على قماشة بالشكل ده مرشوشها بالطحين كويس علشان بتلسأ ونسيبها ده التخمير النهائي كده بعد ما بتخمر معايا ده يتضعف حجمها بتدسي عليها تشوفيها لو نزلت معاك مش هتنزل إن شاء الله يبقى كده تمام بيبقى شكلها باين إنها تضعف الحجم اللي أنا حطاه عليه بالشكل ده تبقى جهزة للخبز بتاخد معايا حوالي ساعتين عبل ما تخمر كويس بحطها في فرن يكون حامي جدا ويكون مسخنة حلة ألمونيا أو حلة قدر زهر لو عندك حلة زهر تبقى مسخنة الحلة على الآخر وتحطيها فيها تطلعيها الحلة وهي سخنة وتحط العجينة فيها بكون منزلها على ورقة زبدة عشان يسهل استخدامها وبغطي الحلة بغطاها ودخلها الفرن على درجة حرارة عالية جدا الأول لحوالي ربع ساعة لغاية ما تاخد الكور بتاعها الشكل المزبوط بتاعها وبعدين بغطي الفرن ورجحها طبيعي جدا اللي هو 200 أو 180 لغاية ما تستيولي إنها جمدة الخبزة نفسها كبيرة وتقيلة وجمدة بتاخد معاك وقت أنا خدت معايا حوالي ساعة لربع أو ساعة بالزبط لو الفرن بتاعتك هدية بالشكل ده بتطلع كور بتاعها شديد جدا وناشف جدا ومن جوها زي ما انت شايفة كده دي بعد ما بردت وقطعتها لكن الاستخنة لسه مش عارفة تقطعها لإنها ناشفة جدا زي ما انت شايفة شكلها قوية جدا لكن شايفة بعد ما بردت عرفت قطعها بيبقى الكفر البراني كريسبي جدا وما تقدرشت يعني صوته ما تقدرشت قومي بتاعنا صح من جمال وطعمه ريحة بالشكل ده لكن الريحة والطعم مش هقولك أحلى خبز شفته في حياتي احنا واخدين على الخبز اللي هو الشمسي طعمه حلو جدا طبعا الخبز الشمسي قريب جدا من صنع الخميرة دي لانه بتعمل في البيت والخميرة برضو في البيت بس حاليا في الوقت الحالي بيعملوه سريع فبيجيبوه خميرة من الفرن والكلام ده لكن احنا في الاساس الخبز الشمسي فكرته نفس فكرة الخبز ولكن يختلف في طريقة الخبز نفسها وبالشكل ده عملت أحلى خبزة تقدر الدقيه عادي بتاخدي منه شريحة وبتحشي عليها الحشو من بره زي ما انت شايفة كده شريحة بسيطة وتقدر تعمليه سمدودشان يعني اللي حب يكون خبز صحي يعمل الخبز ده خطير جدا نستور ده وسهل جدا مش صعب أبدا بس شوية تكنيك حاجات بسيطة تفرق في الطعم وفي الشكل بالشكل ده أحلى خبزة تقدر الدقيه صحية جدا حلوة جدا وفوايد السور ده احنا عارفينها كلنا هحط لك في صندوق الوصف وكل الفوايد بتاعته والخميرة وكل طريقة عملها جروا بيها حلوة جدا وصحية هسيب لك كل تفاصيل موجودة في صندوق الوصف هتلقيها ان شاء الله كمان الطريقة بتاعتها سهلة لو انت اتبعت نفس التكنيك هتطلع معك في سبع تيام الخميرة وتقدر تعملي بها معجنات جبيتزة كل أنواع معجنات فطاير كل أنواع معجنات تقدر تعمليها بالخميرة الطبيعية أما الطحين ممكن تستخدمي أي طحين بعد ما انت عملت الخميرة الطبيعية لكن قبل الخميرة ما تنفعش بالجميع الاستعمالات أبدا لكن الخبز تقدر تعملي أي نوع طحين ولكن أنا أفضل طحين الأمحي الكامل الفوايد الصحية للكولون المعدة وكل حاجة أي حاجة تخص الصحة لازم نحاول ندرس عليها أو نبحث عليها ونشوفها والخبزة دي رائعة بمعنى الكلمة جربيها وبكده أكون وصلت النهاية الفيديو النهاردة أتمنى تكون الفيديو نالإعجابك لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك وشير وتعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني لو لسه أول مرة تشوفوا القناة أتمنى اشتراكوا في القناة وتفعيل الجرس على الكل يصل الكل جديد أي استفسار أي سؤال سيبولي في التعليقات وأنا إن شاء الله هرد عليكم استنى مني فيديوهات بسيطة ومميزة قدمتم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته